السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايا والمتابعين. كيف تكون معلومات وفنون. ازايكم وعملين ايه? هنقدم مع بعض النهاردة زي ما انتم شايفين كده. فانوس على شكل ارنوب. فانوس مجسم سري جي. هيعجبكو جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم عليك يا حيبي يا رسول الله. هنبتجي نستعرض مع بعض الخماس بتاعتنا. معنا النهاردة خرز رقم عشرة مط. هنشتغل بالالوان زي ما انتم شايفين كده. جسم الفانوس. انا عاملاه باللون البصلي. الوش طبعا باللون الابيض. ومع انا اه اتناشر خرزة احمر. اربع خرزات اسود. اربع خرزات باي لون مختلف. تحب تستعمليه. انا استعملت لون الاصفر. وطبعا ما ننساش الصافة بتاعتنا. ومعنا النهاردة خيط رقم سبعين. هنعمل غرزة ربعية. زي ما انتم شايفين كده بنلضم اربع خرزات. وبنعمل العقدة بتاعتنا. هنعمل اول صف. هنعمل صف. من خمس مكوء رباعي. مكوء من خمس غرز ربعية. كده اول غرزة وقتاني غرزة. تالت غرزة بنفس الطريقة. رابع غرزة بدل ما نعمل العقدة بتاعتنا. هنعمل غرزة التبادل. عشان احنا محتاجين هنا. منعملش العقدة عشان هنلف الخط بتاعنا. الغرزة الخمسة دايما بنشتغلها بالجانب الشمال. وبنلضم ثلاث خرزات. ونعمل العقدة بتاعتنا. هنا ليه بقى? انا عايزة الف الخط بتاعي داير ما يدور حوالي الغرزة. رقم خمسة ورقم اربعة. بلف الخط بتاعي بحيز اطلع فتلتين الخط من الخرزة رقم اتنين. عشان هبدأ الشغل بتاعي في الصف التاني بازن الله. عشاني بلف الخط بتاعي كده في الخرزة الاولانية والغرزة التانية بحيز الفتلتين الخط يطلعوا من الخرزة التانية. ليه بقى? دي اسمها غرزة تنقيس. عشان عايزة اعمل آآ الصف التاني آآ مكون من ثلاث غرز بس. هنشتغلوا باللون الابيض. دي كده الرقبة بتاعت الفانوس بتاعنا. هلضم ثلاث خرزات ابيض. واعمل العقدة. ونشد اهم حاجة الخط بتاعنا جامد. وانا عجي طرف الخط الشمال في الخرزة النايمة. والضم عليهم. خرزتين باللون الابيض. واعمل العودة بتاعتي. وانا عجي الخط بتاعنا من الخرزة الشمال. من الغرزة النايمة. واشتغل بقى بالجنب الشمال. ألضم خرزتين باللون الابيض. عشان تطلع بعيال الصف اللي فوق. كده هنخلصنا صفين. انا عايزة اعمل غرزة توسعة تانية. اعملها ازاي? هجيب الفاتلة اللي في اليد اليمين. وقلضم اربع خرزات. وارجع بالخيط في اول خرزة. انا نضمتها. واشد طبعا هجيني الشغل مراخخة شوية. بعد كده هيزبط معي. وبعد كده قلضم خرزتين. ابيض. واشد. واعمل العودة بتاعتي واشد جامد. هتلاقي الشغل الزبط معاك. هلضم خرزة حمرة. وخرزة بيضة. ويا ريت يعني نركز على ترتيب الالوان. وبعد كده هاخدو خرزتين ابيض. واشد. والضم تاني خرزتين للون الابيض. واعمل العودة بتاعتي. عايزة اعمل توسعة من الجنب التاني. اعمل ازاي? الضم من الفتلة الشمال. الضم فيها ثلاث خرزات. ونعمل العودة بتاعتنا. هتلاقي اعمل غرزة توسعة. واطلعنا بيها للدور اللي فوق. هنا اعوز اعمل غرزة توسعة تانية. عايزة ازود صف كمان. هعمل زي ما عملت في الصف الاولاني. هلضم اربع خرزات. وارجع في اول خرزة. ونشد. وبعد كده هلضم معي. خرزتين بيت. وبعد كده هلضم الدور جداوة معمول بخرزتين حمر. كده انا بحاول اعمل آآ الفم بتاعة القرنوب. وعدي الخط بتاعي الشمال. في الخرزة النايمة وقلضم. خرزة بيضة. خرزة حمراء. ونشد العودة بتاعتنا كويس. عشان المجسم بتاعنا يبقى متين. وبعدين. هعمل. غرزة حمراء. خرزة حمراء. وخرزة بيضاء. ونشد. بعد كده هنشتغل باللون الابيض. نلضم خرزتين ابيض. عايزين نعمل برضو هنا غرزة التوسعة زي ما عملناها برضو في الصف اللي قبلها. باجي عند الفتلة الشمال. بلضم ثلاث خرزات. واعمل العودة بتاعتي تطلعني للصف اللي بعدها. الصف اللي بعدها انا لا هعمل غرزة التوسعة ولا غرزة تجيء. هطلع زي ما انا. فهلضم معي جي ثلاث خرزات. على الخرزة اللي معي في الفتلة يبقوا كده اربع خرزات غرزة ربعية. الفنوس بتاعنا كله بالغرزة الربعية. هنا لضمنا. خرزة بصلي اللي هو بنفس لون الفنوس. وخرزة بيضة. وبعدين ابيض. وبعدين خرزة حمرة. وخرزة بيضة. لو انت هتغير اللون البصلي دوت بتشتغلي باي لون تاني. فبتغير الخرزة اللي احنا عملناه بالبصلي. هنا هنشتغل خرزة. الزور ده ابيض. وبعدين هعمل خرزة بصلي. وخرزة. ابيض. الصف ده. فيه تلات خرزات مختلفين. وهنكمل اخر غرزة باللون الابيض. بس هنا. فاخر قبل الغرزة الاخرانية بنعمل غرزة تبادل. عشان انا هبدأ اعمل غرزة تنقيس. بحيث الفتلة اللي بتبقى معايا. في الخرزة اللي قبلها. هنا عملت ابيض. خرزتين ابيض وخرزة اسود. دي بدأت عمل للعين. وبعدين خرزتين ابيض. وخرزتين ابيض. وبعدين هالدم خرزة ابيض وخرزة اسود. واخر غرزة في الصف. بعملها باللون الابيض في الجنب الشمال. كده احنا قربنا. ننهي الوش بتاعنا. اللي وصل للجزئية دي. ما ينسناش بلايك. واللي ما اشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجهاز. عشان كل ما ننازل حاجة جديدة. يشوفها بازن الله. الصف اللي بعدها. انا عملت كله باللون الابيض. وبعكاس الصف اللي بعده هياخد. فاول خرزة لون اصفر. وابيض. وهكمل الصف الاخره. واجه عند اخر غرزة. بشتغل من خط الشمال. برضو بعملها اصفر. وابيض. الاصفر ده ممكن انت يتغيريه بالشكل اللي انت عايزيه. كده احنا خلصنا الوش. عايزين نبدأ نعمل الويدان بتاعة الارنوب. انا كده عندي خمس خرزات. بحاشتغل على اتنين. واسيب واحدة واشتغل على اتنين. الاتنين الاولين لضمت خرزة بيضة. اتنين بصلي. وهلضم خرزة بصلي وخرزة بيضة. كده الصف ده اعتبر بس انا اشتغلت من الشمال لان انا الصف بتاعي كله خرزتين. هبدأ من الشمال اشتغل. خرزة بيضة. خرزة خرزتين ابيض وخرزة بصلي. وبعدين هاشتغل بصلي. الصف ده هيبقى مكون من ثلاثة. هاجي عند الفاتلة اليمين. وام لضمة. واحدة ابيض. وبصلي. يبقى الودن اول صف غرزتين. تالت صف تلات غرز. الصف التالت من الودن. بلضمه ابيض. واثنين بصلي. وبعدين اخر غرزة خالص مش هتفرق بقى في انهي فتلة. لاني بلضم خرزتين ابيض وبقفل الودن. بعمل نفس الخطوة في الجنب التاني. بس يفت طبعا الخرزاية اللي في النص. واشتغل على خرزتين اللي في الجنيب. انا كده عملت نسخة تانية. الوش والضهر بتاع الارنوب. انا كده وصلت لاخر الجزء الاول. ان شاء الله هنكمل بقية المجسم بتاع الفانوس في الجزء التاني. لو عجبكم الفيديو متنسناش بلايك. وتفعلوا زر الغرز. السلام عليكم.